مشكلة المتدينين كان عندهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها كان عندهم كبرياء روحي وكان عندهم تسلط بشكل يعني سلبي على المجتمع وصفهم المسيح قبور مبيضة أحبوا الظلمة طبعا حتى ندرك هذه القصة زمن هذه القصة كان عيد المظال بيتذكروا شعب إسرائيل لما كانوا بيسكنوا في البرية في الخيام لكن عند اقتراب انتهاء العيد عادة بيعملوا احتفال كبير بإنارة الهيكل في دار النساء فتنار أربع منارات ضخمة جدا تخيلوا معي في دار النساء مع ان هذه المرأة كانت تمارس الخطية الزنا مع ان المسيح هو النور فاستخدم هذه الفرصة من خلال هذه الإنارة العظيمة في عيد المظال في دار النساء ليقول أنا هو نور العالم تعامل معها كما تعامل مع المرأة السامرية كما تعامل مع المرأة الخاطئة هذه المرأة طبعا تهاونت بنموس الله بل كسرت الشريعة وكسرت الوصية وسلمت جسادها فعلا للزنا وعمل الشيطان لكن غفران المسيح أعظم بغض النظر شو خطيط الإنسان غفران المسيح ومحبة المسيح أعظم من أي خطيه ممكن نرتكبها ليه؟ لأن المسيح هو النور الذي يضيء في الظلمة فيشرق في هذه الظلمة فتشع نور فتتبدد كل ظلمة هذا هو عمل يسوع المسيح اشتركوا في القناة